المجلس الأعلى وعموم الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة وفي جلسته الاعتيادية التي انعقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دعا المجلس إلى اغتنام المناسبات الإسلامية العظيمة ببث روح الأخوة والتآلف بين المسلمين وعلى قيم الوحدة والتعايش لدى الجميع وفي سياق ذي صلة أشهد المجلس بتجشين الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في مملكة البحرين واعتبرها خطوة مهمة ورائدة لتكريس أسس التعايش ضمن إطار المواطنة الصالحة وبين المجلس أن التعايش مفهوم راسخ وأصيل لدى أهل البحرين منذ القدم وأنه إرث تاريخي ينبقي المحافظة عليه وتكريسه ليبقى حصنا للبحرين وأشار إلى أن هذه الخطة الوطنية هي إحدى الحلقات المضيئة للمشروع الوطني الرائد لجلالة الملك المفدة وهي مشروع وطني رشيد يرسخ مفاهيم الوسطية والتعايش والاعتدال في المجتمع ويحمي من التطرف والطائفية والإرهاب وأكد المجلس دعمه الكامل ومساندته لهذه الخطة كما أشار إلى ضرورة صون القيم والأخلاق وتثبيتها لدى الأطفال والناشئة وبالخصوص في البيئات التعليمية والتربوية وثمن المجلس في هذا الصدد الدور الحيوي الذي تنهض به دور العبادة في البحرين بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله